الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم مرحبا بك في حل شامل آخر من حلول مشاكل المستخدمين مع الويندوز في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نصلت الضوء على واحد من أكثر المشاكل شجوعا والكثير من مستخدمي الويندوز يقعون في هذا المشكل إلا منقل جل أو معظم مستخدمي الويندوز هو مشكل ملفات الـ DLL فهذا المشكل يحدث بالأساس عندما نقوم بتثبيت بعض البرامج التي تشترك في ملف DLL معين أو ملفات DLL معينة مع نظام التشغيل أو الويندوز وبالتالي فعند إزالة تلك البرامج يتم حدود مشاكل في ملفات الـ DLL وعندما ترغب بعد ذلك في تشغيل لعبة أو برنامج ما تظهر لك رسالة خطأ تفيد بوجود مشكل في ملف DLL معين أو أن هناك ملف DLL ناقص على جهازك سنرى إن شاء الله في هذه الحلقة كيف يمكنك أن تحل هذا المشكل بطريقتين الطريقة الأولى سوف نستخدم فيها قرص الويندوز الذي تشغل عليه حاليا والطريقة الثانية سوف تكون من خلال تحميل ملف DLL الناقص من الانترنت ودون الحاجة إلى استخدام قرص الويندوز إذن نبدأ مباشرة في الطريقة الأولى لتستطيع الطريقة الأولى أولا ينبغي عليك إدخال قرص الويندوز الذي تشغل عليه في جهازك بطبعة الحال بعد ذلك نذهب إلى قائمة إبدأ ثم تكتب CMD على هذا الشكل تظهر عندك CMD نقف عليها نضغط على زر الفقر الأيمن ثم نختار هذا الخيال Run as administrator أو Execute the Antonca administrator لتشغيلها بصلاحية الأدمن وإن لم تكن تتوفر على قائمة إبدأ وتشغل على الويندوز 8.1 فيمكنك فتحها من خلال خانة البحث هنا الخانة الجانبية نفس الشيء تكتب CMD فقط بعد ذلك عندما تظهر Command تضغط عليها أو تضغط على زر الفقر الأيمن ثم تختار Run as administrator نفس الخيال بعد ذلك سوف تفتح معنا CMD من جديد إذن بعد أن تفتح CMD فقط أكتب الأمر sfc space slash scan now على هذا الشكل كما تشاهد معي بعد ذلك اضغط على Enter or entry من لوحة مفاتيح بدأت الآن عملية الفحص لا تهتم لي لون الخط ولون الخلفية في CMD عندي فقد سبق وشرحت يوم أمس كيف يمكنك أن تقوم بتغيير لون الخلفية ولون الخط في CMD إذن بعد فقط أن تضغط على Enter أو ترك إلى أن ينتهي من استبدال جميع ملفات DLL الخاصة بالويندوز أنا أوقف العملية الآن هذه الطريقة سوف تقوم بالستبدال جميع ملفات DLL المتوجدة في نظام تشغيلك بملفات DLL الأصلية وبالتالي فهذه واحدة من أفضل الطرق لإصلاح مشاكل ملفات DLL إذن هذه هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية سوف تكون من خلال تحميل ملفات DLL من الأنترنت هذا في حال ما إذا كنت تعريف اسم ملف DLL بطبيعة الحال الذي ينقصك فقد تذهب إلى أحد هذه المواقع الثلاث كما تشاهد سوف أقترح عليك ثلاث مواقع سوف أضع لك روابط جميع هذه المواقع كالعادة أسفل الفيديو إذن كما تشاهد معي جميع هذه المواقع استوفر على خانة البحث يمكنك هنا أن تكتب اسم ملف DLL الذي ينقصك أو في حالة هذا الموقع مثلا يمكنك أن تختار ملف DLL في حال ما إذا وجدته هنا إن لم تجد فقط أكتب اسمه هنا ثم إضغط على بحث ليتم العطور عليه نفس الشيء من باقي المواقع كما تشاهد معي عندك بعض ملفات DLL التي يعرضوا عليك أصلا كما يمكنك البحث على أي ملف DLL فقط بكتابة اسمي هنا ثم تضغط على search أيضا في الموقع الثالث نفس الشيء ملفات DLL تجدها أمامك وأيضا يمكنك البحث بكتابة اسم الملف على هذا الشكل مثلا فلنقول بأن الملف الناقص هو ملف Only32.dll فقط نضغط بعد ذلك على search كما تشاهد معي يعطيك هنا هذا هو الملف نضغط عليه لتحميله ثم نضغط بعد ذلك على download Only32.dll إذن أدخل capture xpg9 ثم نضغط على download كما تشاهد معي يتم الآن تنزيل الملف على جهازي في ملف zip تم تنزيله بالفعل كما تشاهد معي إذن فقط أقوم بسحبه الآن إلى سطح المكتب هذا هو الملف كما تشاهد معي نقوم باستخراجه الآن إذن نضغط على extract all يمكنك استخراجه بأي برنامج استخراج الملفات 7 zip أو whenrar أو غيره كما تشاهد معي تم استخراج الملفات وهذا هو ملف Only32.dll إذن بعد ذلك فقط نأخذ هذا الملف إذن نضغط على copy أو copy ثم نذهب إلى computer ثم إلى c ثم بعد ذلك نذهب إلى windows ثم بعد ذلك ننزيل إلى system32 أو system32 هذا الخيار بعد ذلك فقط نقف هنا في الفراغ ثم نضغط على زي الفراغ الأيمن ثم نضغط على paste أو query ثم بعد ذلك فقط تضغط على replace the file in the destination هنا ليتم استبدال الملف ثم نضغط على continue بعد أن تقوم بالسبداله يجب أن تذهب بعد ذلك إلى cmd مرة أخرى إذن نكتب cmd ثم نضغط على enter بعد ذلك أكتب regsvr space أو space ثم أكتب اسم ملف DLL في هذه الحالة وملف Only32 ثم .dll بعد ذلك فقط اضغط على enter أو entry من لوحة المفاتيح ليتم استبدال الملف وقم بإعادة تشغيل جهازك وإن شاء الله يتم حل المشكل إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى زيارة قسم Windows على موقع مشروح للمزيد من حلقات حلول المشاكل واحتراف نظام Windows والاشتراك في هذه القناة وأيضا القناة الثانية لموقع مشروح حتى تتوصل بجديد هذه القناة أيضا ثم الانضمام إلى صفحة موقع مشروح على الفيسبوك الصفحة الرسمية حتى تتوصل بجديد منشورات موقع مشروح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته